اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحقيقة ان ما يحدث لقمصان اللاعبين بعد انتهاء المباراة يختلف بين ناد واخر ويخضع في المقام الاول للقدرة المادية للاندية في مختلف الدوريات العالمية فالاندية الغنية ذات القدرات الاقتصادية الكبيرة تجهز في غرف ملابسها ثلاثة اطقم لكل لاعب مكونة من قميص وشرط وحذاء مع جواربه بواقع واحد لشوط المباراة الاول واخر لشوط المباراة الثاني اذا ما اراد اللاعب تغيير قميصه حيث يفضل بعض اللاعبين ارتداء قميص مختلف في كل شوط من منطلق تجديد نشاطهم اما الطقم الثالث فيكون احتياطيا في حال حدوث اي امر طارئ مثل تمزق القميص نتيجة الالتحامات اثناء المباراة ونظرا لقدرة هذه الامدية ماليا وابرامها لعقود رعاية ضخمة مع كبريات الشركات الرياضية التي توفر كافة مستلزماتها فان لاعبها يرتدون قمصانهم مرة واحدة فقط وبعد المباراة تتاح لكل لاعب حرية التصرف في قميصه كيف ما شاء فاذا اراد اخذه للمنزل لن تمانع ادارة النادي بل يتم منح اللاعب اي عدد من القمصان التي يريدها على مدار الموسم دون تكلفة بفضل دعم الرعاة اما اذا فضل اللاعبون ترك قمصانهم في النادي وهو ما يحدث غالبا ففي هذه الحالة يتم تجميعها والتبرع بها لصالح جمعيات خيرية تبيعها في المزادات للاستفادة من اموالها في دعم مشاريعها الانسانية اما بالنسبة للاندية الاقل شأنا من الناحية الاقتصادية فهي مقتنعة تماما ان ارتداء القميص لمرة واحدة يكون تبذيرا ولذلك تقوم بتوفير صندوق لوضعه في غرف خلع المنابس من اجل تجميع قمصان اللاعبين بعد انتهاء المباراة ليتم غسلها جيدا وارتداؤها مرة اخرى ويتم استخدام تلك القمصان بين 4 و 6 مباريات بحسب جودتها بعد ذلك تقوم ادارات تلك الاندية ببيعها بطريقة ما والاحتفاظ بالمقابل المادي اخيرا هناك فئة اخرى من الاندية تلك التي تعاني من عجز مالي كبير وهي اندية مقتنعة ان القمصان صالحة للاستخدام حتى يتغير لونها او يحدث لها تمزق مثلا وبالتالي فهي تفرض على اللاعبين ارتداء القمصان الى ان يحدث ذلك ثم تقوم ببيعها او منحها لللاعبين في التدريبات اذا كانت ضرر بها غير كبير الجدير بالذكر ان تلك الاندية لا تتكفل بغسل القمصان بعد المباريات حيث يضطر اللاعبون انفسهم للقيام بتلك الخطوة في منازلهم توفيرا للنفقات ولعل من ابرز الوقائع التي كانت خير دليل على ذلك ما حدث قبل اعوام في نادي بارما الايطالي الذي تعرض لازمة مالية حدة فخرج اليساندرو لوكاريلي قائد الفريق انذاك بتصريحات قال فيها بان لاعبي الفريق سيأخذون ملابسهم الى منازلهم لتنظيفها بانفسهم والان بقي ان تعرف انه بعيدا عن الامور المادية فهناك مناسبات خاصة تدخل في التحكم بمصير قمصان اللاعبين ايضا مثل مبادلاتها مع لاعب الفريق المنافس كما اشرنا في مقدمة الفيديو او احتفاظ اللاعب بها للذكرى بعد مباراة خاصة بالنسبة له مثل تسجيله لهاتريك او الفوز ببطولة او ان تكون اخر مباراة له مع فريقه وهناك لاعبون يقومون باهدائها للمعجبين سواء بالمدرجات او خارجها في الختام يمكن اختصار الحديث بالقول ان مصير قمصان اللاعبين تتحكم به قوة الفريق المالية وسياسته العامة اضافة لعقلية اللاعب وخصوصية بعض المباريات ان اعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تدخل علينا بضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات